والشرطة حرفياً نشطت المكان يلي أدرت أن دان كوبر هبط فيه وحتى أنهم عملوا واحدة من أكبر عمليات البحث بتاريخ أمريكا إذا ما كانت أكبرها بأوائل عام 1000 السلام عليكم ورحمة الله كيف حالكم مجمعا كيف صحتكم إن شاء الله تكونوا مبسوطين أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد بداية اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أصص حوادث واختطاف الطائرات هي من أكثر الأصص المشوقة ويلي بتكون مليئة بالإصارة والغموض حيث أنه بمجرد ما تقلع هاي طائرة وتصير بالجو وتصير وكأنها مدينة منفصلة عن الأرض وأي شيء يصير بداخل هاي طائرة يكون ملفوف بالغموض التام أصطنا لليوم هي واحدة من أكبر ألغاز الطيران بالتاريخ بسبب عدم ظهور بطل الأصصى يلي هو خاطف الطائرة نهائياً دي بي كوبر هو الأسم المستعار للشخص المجهول يلي اختطف طائرة بوينغ 727 الرحلة رقم 305 بـ 24 نوفمبر 1971 طيب ليش اكت مجهول؟ لأنه لحد يوم نهاد ما في أي شخص شاف وشه لهذه الزلمة إلا ركاب الطائرة فقط اسم الخاطف المسجل بقوائم المسافرين هو دان كوبر وحجز على متن رحلة متجهة من مدينة بورتلاند إلى مدينة سياتل ومدة هي الرحلة كانت 30 دقيقة فقط وهذه الشي كان بيوم الأربعاء 24 نوفمبر ويلي كان بيصادف ليلة عيد الشكر وانطلقت الطائرة العملاقة يلي كان على متنها 36 راكب فقط الساعة 2.50 دقيقة مساءاً وكل شي كان طبيعي والطائرة كانت هادئة جداً وحسب أقوال المضيفة دان كوبر كان قاعد عم يدخن بالمقصورة الخلفية للركاب وكان هادئ للغاية وكان يبدو بأنه رجل أعمال بسبب طبيعة لبسه والجو كان هادئ جداً لحد ما طلب دان كوبر بعض المشروبات ولما قربت المضيفة وعططوا الطلب هون فجر المفاجأة المدوية لحث أن هذا الرجل أعطى المضيفة ورقة كان مكتوب فيها الخط الجهنمية يلي كان رسمها ولكن المضيفة فلورنسا شافنر بالبداية ما أعططوا أي اهتمام وفكرت هاي الورقة مثل باقي الحماقات يلي بتشوفها من كتير من الركاب ولكن هون الخاطف قال الجملة يلي خلت المضيفة تتسمر بمكانه سيدتي من الأفضل أن تنظري لهذه الورقة فبحوزتي قنبلة وهون مباشرة فلورنسا فتحت الورقة يلي كان طالب فيها الخاطف أنه تعد قدامه بكل هدوء بدون ما تلفت نظر حدا وبالفعل فلورنسا قعدت بجانب الخاطف وطلبت منه أنه تشوف القنبلة يلي كانت داخل شنتاية سودا وبعد ما تأكدت فلورنسا بنفسها من وجود القنبلة على متن الطائرة هون صدمت أكتر بالمطالب بحث أنه دان كوبر طلب فدية وقدرة 200 ألف دولار ولكن الشيء صادم أكتر بأنه طلب أربع مظلات للهبوط طيب شو ممكن يساوي فيها؟ المضيفة وبدون أي كلام مباشرة توجهت لقائد الطائرة وقالت له كل شي عن دان كوبر والطيار بدوره اتصل ببرج المراقبة الموجود بمطار تاكومة بسياتل وقال لهم كل شي عن دان كوبر وأيضا عالمهم بمطالب الخاطف والخبر وصل لسلطات الفدرالية أنه في طائرة بالجو على وشك أنها تتحول لكرة نارية إذا ما لبوا مطالب دان كوبر أول شيء تم الاتفاق عليه هو إيهام المسافرين بوجود عطل فني بسيط بالطائرة وهذا الشيء اللي رح يأخر موعد الهبوط عن الموعد المحدد لأنه أي حركة ممكن يساويها أي راكب ممكن تأدي بالجميع للهلاك وبهي الأثناء أصدر رئيس شركة نورث بيست أوريانت التابع على هي الرحلة أوامر لجميع العاملين بهي الطائرة بتلبية جميع مطالب دان كوبر خوفا من سقوط الطائرة وبالتالي سقوط سمعة الشركة معها لما نسمع أنه فيه شخص عم يهدد بتفجير طائرة بالجو منقول أنه هذا الشخص مجنون وسفاح ولكن خليني أصلمكم المضيفة فلورينسا هي أكتر شخص قعد مع الخاطف بحكم أنه هي كانت المرسال بينه وبين السلطات المضيفة فلورينسا صرحت بأنه هذا الشخص كان خلوق ومهذب جدا ودفع حق المشروبات اللي طلبها وإكرامية كمان وقالت أنه الخاطف كان مهذب أكتر من عشرات الأشخاص اللي موجودين على الطائرة نفسه وأكتر من هيك أنه دان كوبر لما شاف المضيفة مصابة بالذعر صار يهديها ويحسسها بالأمان ما كان يبدو عليه ملامح الوحشية والإجرام أبدا وكأنه كان بمهمة روتينية طبيعية جدا وأكتر شي صادم أنه كوبر كان على دراية تامة بالتضاريس اللي كانت عم تمر الطائرة من فوقها وهلأ خلينا نرجع لأحداث القصة الطائرة ظلت عم تدور بمضيق واسع لأكتر من ساعتين وهذا الشي طبيعي جدا لحتى يعطو المجال للسلطات أنها تأمن الفدية والأغراض اللي طلبها الخاطف وبالأخير اتلقت الطائرة الإذن من الشرطة وعملاء الـ FBI بالهبوط بمطار تاكوما بسياتل وعلى أرض المطار كانت فرق الإنقاذ جاهزة تحسبا أنها يطلع حد الزلم مجنون ويفجر الطائرة داخل المطار وأثناء الهبوط وجه كوبر الطيارين للهبوط بالقسم اللي بده يع وأمر أيضا بإطفاء جميع أضواء الطيارة تحسبا للقناصات وبعد ما هبطت الطائرة بأمان مباشرة توجه مدير عمليات شركة الطيران بنفسه للطائرة وسلم الفدية لدان كوبر ومباشرة بعد ما استلم دان كوبر للفدية حرر المضيفات والركاب وما ظل على متن الطائرة إلا مضيفة واحدة وطاقم الطيران والطائرة ظلت على أرض المطار لأكتر من ساعتين بحيث أن الخاطف صار يناقش كتير من الأمور مع الطيارين مثل حالة الجو وساعة خزانة الوقود وأدنى ارتفاع ممكن للطيران وهذا الشي يبيني بأن دان كوبر عم يخطط للإقلاع بالطائرة من جديد وحدد الوجهة اللي هي ميكسيكو سيتي وحدد مكان للتزود بالوقود فيه وأيضا أوصى الطيار بالإقلاع بأمان والطيران بأقل ارتفاع وسرعة ممكنة وبالفعل أقلعت الطائرة مرة تانية ولكن هالمرة أقلع مع الطيران الحربي لحتى يراقبوها بدقة شديدة وأثناء الطيران أمر كوبر المضيفة بالبقاء مع الطيارين بحجرة القيادة وإقفال الباب وهيك بيكون الخاطف موجود لحاله بمقصورة الركاب وما في أي إنسان عرف بعده وين تبخر هذه الزلمة بحث أن بعد ما فاتت المضيفة على حجرة القيادة مباشرة ظهر ضوء على لوحة التحكم بيقول بإنه الباب الخلفي للطائرة انفتح وبالفعل رحت المضيفة بالطيارين لحتى يتأكدوا ولقوا بإنه باب الطائرة مفتوح وكوبر اختفى للأبد وبسرعة البرق انطلقت عمليات البحث عن دان كوبر بعد ما هطته الطائرة بأمان بمطار رينو الخاص بمدينة نيفادا وأول شي لازم نعمل هو التحديد هوية الخاطف بدقة بحيث أنه تم العثور على 66 بصمة داخل الطائرة ولكن ما حدا بيعرف أي بصمة بترجع لدان كوبر وأيضا تم العثور على ربطة عنوك ومزلتين هبوطي اللي تركهم دان كوبر ووحدة منهم كانت ممزقة بحيث أنه كان في اختلاف بتقدير المنطقة اللي هبط فيها كوبر لكن الغالبية كان مقتنع بأنه الخاطف هبط بغابات جنوب واشنطن لحتى يحددوا مكان هبوط الخاطف بدقة ألقا الحقيقين جسم بوزن 91 كيلو جرام أي تقريبا بنفس وزن الخاطف من طائرة بنفس النوع وبنفس الظروف وبنفس المكان وهبط هذا الجسم بالأخير بنهر الويس تحديدا ببحيرة ميروين باشرة السلطات بالبحث بالبحيرة وأيضا بالمنطقة المحيطة وفتشوا منازل المزارعين بهذه المنطقة بحثا عن كوبر ولكن ما لأوله أي أثر نهائيا ولكن للعلم بأنه القفز من طائرة ركال بهذه السرعة وبهذا الارتفاع وبهذه الظروف أمر شبه مستحيل وبده معجزة بحد ذاته وخاصة أنه الوقت كان بالليل وهذا شي صعب حتى على ذوي الخبرة ولأن الشخص يلي بدي يهبط من الطائرة لازم يكون شايف التضاريس يلي بدي نطفقه وهذا شي صعب جدا بالظرع طيب الطيارات الحربية يلي كانت ورى الطيارة ما شافت كوبر وقت قفز من الطائرة وجواب هو لا وهذا الشي بسبب الغيوم والظروف الجوية السيئة بهذا الوقت وبعد أيام من البحث والتحقيق الشرطة ما لأت لا جثة الشخص ولا هوية الشخص ولا الشخص نفسه وهون لعب البرأة الأخيرة ويلي هي الأوراق التسلسلية للعملات يلي عطوها للخاطف كفدية هاي الحركة من البديهة انهم يساوها بحيث ان هاي النقود لما تنحط ببنك أو تندفع بأي مكان مباشرة رح ينمسك الشخص يلي استعملها تم توزيع الأرقام التسلسلية على البنوك والأماكن يلي ممكن يندفع فيها مبالغ كبيرة ولكن للأسف مرت سنة كاملة بدون ما يوصل أي اتصال أو أي بلاغ عن هذا الشخص وهون قررت الشرطة انه تنشر الأرقام التسلسلية للعلن وعرضت مكافأة قدرة 30 ألف دولار للشخص يلي رح يبلغ عن دان كوبر ولكن هون الشرطة فتحت باب المحتالين يلي من الصعب جدا انه يتسكر بحيث انه الناس بلشت تتزور عملات نقدية بنفس الأرقام التسلسلية لهدليك العملات وتساوي جدل بدون أي جدوى وهلا بنرجع لموضوع البحث بالغابة والشرطة حرفيا نشطت المكان يلي قدرت ان دان كوبر هبط فيه حتى انهم عملوا واحدة من أكبر عمليات البحث بتاريخ أمريكا ازا ما كانت أكبرها بأوائل عام 1972 بحيث انه قام عملاء من مكتب التحقيقات الفدرالية مصحوبين بـ 200 جندي وايضا المتطوعين المدنيين بحملة بحث واسعة جدا وايضا شاركت غواصات الكترونية بالبحث بقاع بحيرة ميروين عن أي جثة أو أي أغراض بتخص دان كوبر ولكن كل هاي الحملات ما أدت إلا لطريق واحد يلي هو انه دان كوبر مو موجود وهنا المحققين كانوا داخل دوامة من التساؤلات هل ياتورا الخطف مات؟ هل ياتورا نجح بالهبوط وهرب من الشرطة؟ هل ياتورا هبط بغير مكان يلي قدرت الشرطة تماما؟ كل هاي الأسئلة ما كان إلها أي إجابات بسبب عدم العثور على أي أدلة وبالأخير استنتج المحققين بأن دان كوبر ما عنده الخبرة كافية لأنه يفتح المظلة بهيك ظروف وبالتالي سقط على الأرض ومات محققين لحتى يسكروا هاي القضية قالوا أنه بعد ما مات كوبر السيول جرفت جثه وتمرطه هي والأغراض للأبد لكن هاي النظرية تبددت بعام 1978 لما بلشت التطورات بهي القضية تظهر بحث أنه كان فيه صياد غزلان على بعد 13 ميل من مدينة كسل روك التابعة على واشنطن عم يستريح من عملية صيد فاشلة وفجأة عثر على لوح صغير مكتوب عليه بعض التعليمات اللي بيتخص الطيران والصياد ما كان غريب عن هديك المنطقة مباشرة لنذكر قصة اختطاف الطائرة وتوجه للشرطة وسلمهم هذا اللوح وبعد التحقيق تبين بأنه هذا اللوح بيرجع للطائرة المختطفة بالفعل وهذا الشي اللي خلت شرطة تتأهب من جديد ويناقش فكرة بأنه كوبر نجح بالهبوط وهرب من الشرطة طيب إذا نجح الخاطف بالهبوط والهروب من الشرطة ما لازم يلاقوله أي أثر أو إذا مات ما لازم يلاقوا الجثة تبعه هاي هي الدوامة اللي كانت عم تدور فيها الشرطة بهتلاك الوقت ورجحت للقضية تفعلت بعام 1980 ولكن برتم عالي جدا بحث أنه كان في عائلة عم تقضي عطلتها على ضفاف نهر كولومبيا الأريب من مدينة فانكوفر التابعة لباشنطن وأثناء قضاء العطل الهادي أنصابت العائلة بالفزع لما لقى أبنهم شغلة غريبة جدا بحث أن الطفل وأثناء الحفر بالتراب لقى رسمتين مصاري وقدرة 5800 دولار ومباشرة العائلة استدعت الشرطة وسلموها المبلغ كامل يلي لقوه وبعد البحث تبين بأنه هاي الأموال تابعة للفدية يلي عطوها لدان كوبر قبل 9 سنين كفدية واكتشفوا هذا الشيء من الأرقامة السلسلية وطبيعة ربط النقود وهذا الشيء اللي خلى الشرطة تفوت بدوامي أكبر من الأولى بكتير بحكم وجود هاي النقود بمكان بعيد كل البعد عن المكان يلي دورت فيه الشرطة كل هاي الأسنين على دان كوبر وهون حتى ما نضيع خلينا نستعرض خيارين الأول هو بأنه الخاطف نجح بالهبوط بهذا المكان يلي هو قريب بالنهار كولومبيا ونجح بالهروب والثاني هو أنه الخاطف هبط بالمكان يلي أدرت الشرطة ولكن النقود وقت بالنهار ونجرفت للمكان يلي لقوها فيه الخيار الأول بيأدي لطريق واحد بس وهو أنه كوبر طريق وما حدا بيعرف وينه ولكن بقي لغز مظلات الهبوط يلي ما حدا لقال أي أثر أما الخيار الثاني فكان فيه ثغرات كتير بحث أنه ممن المطقي أنه كوبر يهبط بجنوب واشنطن وبعدين توقع منه رزمتين مصاري بالنهار وتنجرف للمكان يلي لقوها فيه أو ممكن يكون الخاطف هبط بهدلي كلمطقة وكب بعض المصاري بالنهار لحتى يتوه الشرطة واستمرت الشرطة عم تطرح تساؤلات بهذا الشكل بدون أي حدول وأثناء بحث الشرطة على ضفاف نهر كولومبيا لقوا كتير شغلات خليني إلكم يا هاتي باعا في عام 1986 لقت الشرطة على ضفاف النهر هيكل عظمي ولكن بعد البحث تبين أنه هذا الهيكل بيرجع لإمرأة وكانت مختطفة قبل عدة أسابيع وبعام 2008 لقى بعض الأطفال بضواحي مدينة واشنطن مظلة هبوط ومباشرة أدموها للشرطة ولكن لاحقا نتبين بأنها من مخلفات الحرب العالمية الثانية وكل هاي الاكتشافات ما أثرت على القضية أبدا وتم إغلاقها بعام 2016 بحكم عدم العثور على أي أدلة ممكن توصل الشرطة لأي حل وقبل ما ننهي الفيديو خلينا نجاوب على سؤالين مين هو دان كوبر وشو صار لما نشرت الشرطة الصور التقريبية لهذا الشخص طبعا لما انتشرت قصة الخاطف وصور تقريبية له مباشرة في ناس رح تسلط الضوعة لنفسه وتعمل ضجة على الفاضي بحث أنه صار في كتير أشخاص يقولوا أنه هنين دان كوبر وبعض الأشخاص يقولوا أنه هنين بيعرفوا الخاطف ولكن كل ياتهم كانوا محتالين ولكن كان في قصة واحدة يعتقد بأنها هي الصحيحة بحث أنه في شخص اسمه ريتشارد ليبسي عمره 33 سنة اختفى في عام 1969 وكان قبل أربع أطفال تم العثور على سيارة ريتشارد بالقرب من أحد المطارات المحلية والمفاتيح كانت بداخله وفي شهود عيان قالوا بأنهم شافوا ريتشارد ليبسي على متن أحد الطيارات المتوجهة إلى المكسيك وبعد تبخر للأبد وتسكرت قضية هذا الشخص بحكم عدم وجود أي أثر لأله وبعد سنتين من اختفاء ريتشارد أي في عام 1971 صارت قضية اختطاف الطائرة وانتشرت صور دي بي كوبر يلي هو الخاطف عائلة ريتشارد لما شافوا الصور التقريبية لدي بي كوبر مباشرة قالوا أنه هذا هو ريتشارد ومستحيل يكون أي شخص تاني وهون بلشت الصدمات بحث أن عائلة ريتشارد صرحت بأنه ريتشارد لما اختفى كان لابس بدلة رسمية وهي نفس اللباس اللي كان لابسه دي بي كوبر لما اختطف الطائرة وإضا الحذاء المفضل لدى ريتشارد كان هو نفس الحذاء اللي لبسه دي بي كوبر أثناء الحادثة وهون شرطة عرضت صور ريتشارد على ركاب الطائرة ومباشرة كل الركاب قالوا أنه هذا هو الرجل المنشود وأكتر من هيك أنه لهجة الشخصين كانت متطابقة تماما يلي هي لهجة سكان الوسط الغربي وكتير من الناس قالوا بأنه ريتشارد ليبسي هو نفسه دام كوبر ولكن ما في أي دليل رسمي بيأكد هالشي فهل يا تورا ريتشارد هو الخاطف؟ وهلأ صار المنبر لألكم ياريت تكتبولي بالتعليقات فرضياتكم بخصوص هذه القضية لحتى نقرها بفيديوهات لاحقة بإذن الله بتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا كان معكم محمد رامز بأمان الله الكريم